السلام عليكم لبنائي ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير معكم ماليندا واليوم طبعا نعدتكم باللون السغيز من اندريا دوتي رح ننفذوه مع بعض اول حاجة اذا كنتم اول مرة تزوروا القناة انا ليندا وهذه قناة للوصفة الطبيعية والمجربة وكذلك تعليم الحلاقة والتجميل بلنا ننسى رح دائما نوجه تحية لكل البنات يتابعوا فيها عبر الوطن خاصة البليدات للمسان الاغواط البويرة الشلف بيتنا سطيف عنابة قسنتينة واكيد اكيد ولا تتبسى نشكركم بزا فيها لبنات انكم تبعثوا لي دائما كلمات طيبة ودعاء ربي يحفظكم ان شاء الله وكذلك بل من ننسوا جنوب كامل خاصة ادرار البشار والتيقورت وكذلك جنيرينا وحبابنا في ودسوف اذا لبنات رح نبدو اليوم على بركة الله هذا ما تحتش في الميلانج وانما هي تكنيك ورح نعطيكم واحد الحاجة مليحة انه كيفاش نحافظ على اللون يعني اكبر فترة ممكنة لذلك اليوم احنا نتكلم على هذا على كولير طبعا الناس اللي في الدار متكونش كيف الحفافة راهي على بالها انه هذا الكولير بعد لا تعمليه ما تقدرش تعملي ليماش ما تقدرش تديري كولير يعني في شاتن الا لازم تخرجيه بالديكاباش علاه لانه الالوان هاذي النارية كيف الأوبيرجين هاذي النوحاسي كلها لازم لها ديكاباش لانها تلصق في الشعر وكذلك الناس اللي حيعملوه يعملوه على ليماش شارجي ويحفظوا على اللون انكم دي ما تعملوه اللي هو شوي من نفس اللون هاذا مع شون وترغني بشعرك يعني مرة كل 15 يوم شوفوا اللون او يبين كأنه كويف غيم لا كولير هايلا بزيف انا ننصحكم اذا حبيتوا تعملوه اعملوه بالياج واما دي غوفلي بيش حتى نهار اخر كان حبيتوا تنحو تقدروا تنحو بعدة اشياء خلقة الفيتامين سي الى اخير طبعا وكنت وعدتكم بكريم كريم يعيد الشعر يطولوا وكذلك هو عجيب عجيب صح هذا الكريم التعنيفيا في تطويل الشعر وعلاج التقصف خاصة اللي بنات يرسلوا فيها من جرنوبل من كل يعني خاصة المغربيات اللي هم ساكنين في الخارج يقولك من القوش هادم والجزائلات ايضا من القوش الزيوت فهذه اللي بنات نوصيكم به اللي عندها تساقط شديد في الشعر اللي عندها مشاكل في تقصف الشعر اللي عندها بنتها شعرها يعني يكون هايش وميحكمش تيخرج يوقف الشعر تيح هكون معلكم تهزوا شوي تسخنوا بحرارة اليد وتحطوا على شعركم وقبل يعني تدوش تعملوه كماسك تدعكم ليحبيه فرط الشعر رح يغذيها ويخليها طوال بطريقة رهيبة والله يعني جربتوا يمكن عندي شهر ورح نرجع لي لانه الشعر ما لازمش تعودوه ديما على زيت معين على كرم معين لا لازم ديما تجدونه نهار تديروا ماسك الخميرة كنت حطيته لكم تلقاه في صندوق الوصف يرطبوا نعم ويقضي تماما على اللي يفوغش في يوم واحد ونهار تديروا واسبوع كامل تعتنوا بهذه فيرجع ليكم الحماية للشعر تقدروا تكسروا فيها حبات من الفيتامين او إذا كان عندكم ولكن هي أصلا هي هاكري فيها فيتامينات بزيف ويلا بينا نروحوا بإذن الله إلى تطبيق اللون سوريز إذا هذا الكريم ما لازمش أخطيكم اشتروا واحدة كبيرة كمن هاك نهار لي تسبغوا ويتبدأ تهبط الصبغة ديروا بها عناية انا مجربتوش مع لي ماش البلون مع بيش اسكوا تغيروا جربوه على ماش إذا ما تغيرش غدوة ابدو ديروا به ديما يعني حماية رائعة جدا هذا كما كأنكم درتوا كرام دو كوافون يعني يحمي الشعر بطريقة رهيبة هذا من أسراري اللي دائما نديروا الشعري ونحسوا ورهوا في حاله إذا اللي بنات راح نحتاجوا إلى لاباس تكون يأفي الأورانج ياكي من هاك ورح نحتاجوا إلى رقم من أندريا دوتي اللي هو السوريز الرقم تاعنا هو 6.66 مكتوب عليه كارازي تقدروا تزيدوا معاها 6.70 بيش يخرج لكم واحد لكن اليوم نفت لكم غير هذا لأنه طلبتوا من يحد الطفلة شوفوا الكولير يعني حاجة طوب مئ من الأحسن ديروه بالياج وإما ديروه ديغوفلي إذا كنتوا يعني حابين ديروه وإذا كنتوا متحبوش ديروه لكم هاي نبدو على باركة الله إذا اختصار الوقت ولكن حبيت نفهمكم فقط انو كتديروا لكولير هاذي لازم تديروا جدها النفس و جد اوكسيدان وإذا كنت شعر تاعكم فيه لما شفتحين ديروه بارك باش يخرج لكم من لون غامق يعني يخرج لكم من السوريز مليح هنا طبعا دائما تروند فوليوم للشعر اللي يكون غامق تقدروا تديروه أيضا للشعر اللي يكون برتقالي ومقدرتوش ديكابوه رح يفزليكم وإن شاء الله وهي ما تخرجش على الشعر الأسود إلا إذا حبيتوا تديروه هذه الألوان الكريزي تقدروا تديرو الجرنا اللي هو رقمها 16 مع 26 وتبقوا تعودوا فيه فرح يخرج لكم المقرنة والأكيد تخلوها في الشعر تخلوها 30 دقيقة إن شاء الله ستعطيكم نتيجة رائعة جدا كما هنا تشوفوا فيها أنا هنا فقط بارك صورت الفيديو كان طويل فمقدرتش نديرو شوفو واللي تعودت لكم ها هو طبقتو إذا كان شعرك برتقالي سوف نقص لكم شوي اللي أشوفوها مهم هو الحقيقة لون هاي البزاف يحبوه البنات خاصة البنات اللي يكونوا بيض هذوق من عندهم النمش يخرج عليهم طوب بلا ما تنسوا البنات العناية ثم العناية وما تنسوش لكريم تعنيفيا يكون عندكم دايما كي يبدأ الشعر السبغة تهبط ولا كي تديروا تدوش ديروه راح يخليكم الشعر رائع جدا جربوه وردو لي الخبر كما يعني وصفت الخميرة لا قد نجاح حتى هذي راح تليق نجاح كبير لإنه كي تديروها في شعركم متغسلوهاش خلوها نورمال ديرو شوي أبليكوه راح يغذي الشعره وراح يختفي أصلا كأنكم عملتوا يعني مغذي للشعره أو فيتامين كان هذا هو فيديو اليوم على السوغيز إن شاء الله هي لبنت ما تزعفوش مني كي ما نذكر شوي لها كل مرة نذكر لها إن شاء الله ما نكونش نسيت نس البليدة لإنه مخلوه لي كومنتير بزي في المرة هذي ربي يحفظكم إن شاء الله نس شلف الأغواط وكل الجزائر نحبكم 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 وإلى اللقاء وصحاف توركم